الرئيس جو بايدن يجتمع بالديمقراطيين ويعلن المضي قدماً بخطته للحزمة التحفيزية أيضاً يصدر قرارات اليوم قبل بضع ساعات تتعلق بالهجرة واللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية الفريق المدافع والذي سوف يتولى الدفاع عن الرئيس السابق ترامب يهاجم مجلس الشيوخ ويعتبر أنه ليس من صلاحيته محاكمة الرئيس ترامب برنامج للتعليم مجاناً وخصوصاً لتعلم بالكليات والجماعات في ولاية المتحدة نشرح تفاصيله اليوم وأيضاً محاولة للتسريع في عملية تطعيم الشعب الأمريكي بكل هذه المواضيع وغيرها رح نقشى بهذه الحلقة الجديدة من برنامج شو فيما فيه معي أنا حسين هشم من قناة شو الأخبر تحياتنا لقلكم متابعيننا معكم حسين هشم وحلقة جديدة من برنامج شو فيما فيه نستعلم من خلاله آخر التطورات وآخر المستجدات مثل ما معاوندينكم اليوم رح نتحدث عن أكثر من موضوع نبدأ بمحاولات الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية للتسريع من عملية إعطاء اللقاحات خصوصاً لقاحات فيروس كورونا الخطة كانت عم تنقسم لقسمين اليوم أو القرارات التي صدرت من الإدارة تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالفحوصات فحوصات فيروس كورونا والقسم الثاني يتعلق باللقاحات بما يتعلق بالفحوصات وقعت الإدارة الأمريكية اليوم عقداً مع شركة أسترالية اسمها شركة إيلوم بتبلغ قيمة العقد 232 مليون دولار لحتى يستروا فحوصات سريعة رابد تاست لكوفيد 19 يتم إجراؤها بالبيت يعني بالمنزل ومن بعد كنش وصفة طبية لهذا الموضوع هيدا الفحص اللي بينعمل من شركة إيلوم الأسترالية كان حصل على موافقة من وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA بمنتصف شهر ديسمبر بمنتصف شهر 12 بالسنة اللي مضت والكفاءة طبع هذا التاست تبلغ بحدود 95% فهو جيد جداً مقارنة بالتاستات الثانية أو الفحوصات الثانية الموجودة برا الآن الـ Golden Standard أهم تاست يتمدوه هو الـ PCR بس كمان 95% كفاءة لفحص كمان تعتبر جيد جداً فبناء على هذا العقد اللي وقعته على الإدارة الأمريكية الشركة إيلوم رح تزيد قدرة الإنتاجية تبلغ تقريباً 640 ألف اختبار يومياً وبحلول شهر ديسمبر هلأ شهر ديسمبر القادم رح تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يقارب 8.5 مليون من هدول الفحوصات وبالتالي يعني المحاولات تبع الإدارة الحالية تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو محاولة اكتشاف المصابين بالفيروس من خلال الفحوصات عشان هيك عم بيستثمروا بالفحوصات والخطوة الثانية هي الـ Prevention بيسموها واللي هي بيسيكلي أنه يعطل لقاحات وتطعيم الشعب الأمريكي فبناء على ذلك أيضاً اليوم الإدارة الأمريكية كمان عملت عقد مع ما يقارب 21 ناشنال شين للفارماسيز يعني الصيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندن فرانشايزي عملت مضة عقود مع 21 شركات صيدليات من هؤلاء الصيدليات مثل وولغرين سيفي أس وريت أيد كان فيه شكوى من كتير من العالم أنه نحن الفلوشات مناخده بالفارماسي يعني بالصيدلية لما بنروح نجيب إدوية أو هيك منروح على الصيدلية ليه ما بيكون الطعم أو اللقاح الخاص بفيروس كورونا موجود بهذه الصيدليات فالإدارة الأمريكية استمعت إلى الشعب الأمريكي وبالتالي في محاولة لأنه تخلي اللقاح متوفر في كل الأمكنة بناء على العقد التي مضتها اليوم مع الصيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتم افتتاح ما يقارب ستة لاف وخمسمائة ستور ستة لاف وخمسمائة مركز بهذه الصيدليات على كل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من 11 فبراير وهيدي ابتداء من 11 فبراير هذه الصيدليات اللي هي ستة لاف وخمسمائة فرع رح يحصلوا على ما يقارب الواحد مليون يعني المليون جرعة وأيضا هذا الرقم سوف يتم زيادته بشكل شهري وبشكل أسبوعي لهذه الولايات وكمان أيضا الإدارة أعنت أنه هي الكمية اللقاحات والجرعات اللي عم بتسلمها للولايات رح يقوموا بزيادة هذه الكمية لتبلغ ما يقارب زيادة بقيمة 5% لحتى تصير الولايات عم تستلم أسبوعيا 10.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بشكل أسبوعي بشكل أسبوعي وهذا أمر جيد جدا تقريبا نحن بالولايات المتحدة الأمريكية عم نحكي عن ما يقارب 32 إلى 33 مليون شخص أريدي حصلوا على جرعات فيروس كورونا وهذا الرقم الآن أصبح أكثر من الأشخاص المصابين بالفيروس اللي هنا بحدود الـ 25 مليون الـ 26 مليون ليس لدي الرقم الصحيح يعني الرقم المزبوط بس تقريبا 25 إلى 26 مليون أمريكي مصابين الآن أصبح عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاحات أكثر وحكى كان عبيحكي اليوم دكتور فوتشي بمقابلات دكتور أنتوني فوتشي عم بيقول نسبة الأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفيات بسبب الكورونا فيروس انخفطت بشكل ملخوظ وأيضا نسبة الوفيات كمان انخفطت بنسبة ملخوظة نحن صار عندنا تقريبا بالوقت المتاحة الأمريكية لقاحين واللقاح السالس بده أيام ويصير بالسوق وعم بيحكي كان دكتور فوتشي اليوم أنه هايدي اللقاحات المتوفرة بالسوق حاليا اللي جيد فيها أنه كلها عندها نسبة فعالية أكتر من 70% واللي أحلى من هيك أنه نسبة بريفنشن أوف داس يعني أنه احتمال الوفاة من الفيروس عم تنزل عم تنزل بحدود المية بالمية لما الشخص عم بيأخذ اللقاح سو بحدود المية بالمية عم بتصير لما الشخص عم بيأخذ لقاح فيروس كورونا أنه ما عم بينصاب ببي ما عم بيصير في حالة وفاة أو يعني احتمال الوفاة يتدنى بشكل ملحوظ جدا 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 فالأمور تتجه إلى أحسن وأحسن من ناحية توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية تحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه رح يقوم بعملية تطعيم كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بحدود المية مليون طعم سوف يعطون بالمئة يوم الأول وهدفهم من هلأ لنهاية الصيف أنه يكونوا طعمين جدا صراحة إنما بسبب التعديلات التي حصلت أعتقد أننا نتجه إلى هذا الموضوع وصدقوني في كتير عالم عم ينطروا باللينات بالصفوف لحتى يخدوا هيدا اللقاح لحتى يخدوا هيدا اللقاح وحتى في منهم عم يعملوا واسطات وفي منهم عم بيروحوا من ولاي لولي وفي منهم عم بيروحوا من بلد لبلد ليحصلوا على اللقاح فهناك طلب على اللقاح تحياتنا لإنستجرام أكيد اليوم طلعين لايف على إنستجرام وفي مسابقة رح لعلنا على إنستجرام اليوم منقلكم عنها بعد شوي بهذا الجفت كارد طيب أيضا كما تعلمون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب سوف تبدأ بعد أيام معدودة فريق الدفاع الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب اليوم قدم الورقة الدفاع عن الرئيس كان تتضمن ثلاث نقاط محاميين الرئيس دونالد ترامب أنه لا يحق لمجلس الشيوخ محاكمة رئيس سابق لأنه بيعتبروا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت وليته الآن هو مواطن عادي فليس من صلاحية مجلس الشيوخ أن يقوم بمحاكمة مواطن عادي مواطن عادي حتى كمان مجلس النواب المنجرز اللي راحوا من مجلس النواب على مجلس الشيوخ كمان قدموا أوراقهم اليوم وبشكل صريح اتهموا الرئيس ترامب بأنه دع مناصرينه للقتال بدراوة في مجلس الشيوخ والكونغرس وإلى إيقاف عملية صرقة الانتخابات كما كان يدعي الرئيس ترامب ويتهمونه بالتحريض على التمرد الذي حصل في واشنطن وشفته شو حصل أنتو بواشنطن فرح نسمع أكتر للطرفين ابتداء 8 فبراير رح نسمع أكتر للطرفين كل واحد شو هي رح تكون الحج يتبعه وأكيد منشوف شو رح يصير بالنسبة لهيدا الموضوع أيضا نبقى في موضوع الجمهوريين لأول مرة ينتقد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ميكانل ما قامت به وما أدلت به عضوة الكونغرس الأمريكي الجمهورية عن ولاية جورجيا مارغري تيلور جرين وصف اليوم ميكانل كان عم يحكي عنها قال أنه الشخص الذي يرى أنه ربما لم تصطدم أي طائرة في البنتاجون في 11 سبتمبر أو أن أطلاق النار المرعب في مدرسة كان مدبرا أو أن عائلة كلينتون تسببت في تحطم طائرة جون كينيدي جونيور هو شخص لا يعيش في الواقع وأضاف ميكانل أنه هذا الشخص ليست له علاقة بالتحديات التي تواجه العائلات الأمريكية أو النقاشات الجوهرية وهذا انتقاد لازع لأول مرة من ميش ميكانل لهيدي النائبة في العضو في الكونغرس الأمريكي الجمهوري اللي كانت عم بتهجم الديمقراطيين واللي هي من المؤيدين الشرسين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي عم تتبنى فكرة التزوير وفكرة المؤامرات التي عم تحصل وبغري جاوبت لأنه قلت له هي السرطان الحقيقي للحزب الجمهوري هو الجمهوريين أو الجمهوريون الضعفاء يعني عم توصفوا لهو لمش ميكانل بالضعيف هلأ الديمقراطيين بمجلس النواب هددوا هذا الأسبوع أنه إذا الجمهوريين لم يتخذوا أي خطوات ضد لهيدي النائبة هني رح يسعوا لتجريدة من مهام ما في بعض اللي جان الكميتيز هي موجود فيها وطرد طرد من لجنة التعليم والعمل لجنة الميزانية إذا كيفين مكارسي اللي هو زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب لم يتخذ أي خطوات تأديبية بحق هذه النائبة وخصوصا بعد ما أدلت به من تصريحات اعتبر البعض تصريحات تحريضية كتير بالنسبة لأخواننا اليوم الرئيس بايدن والإدارة الرئيس بايدن طلعوا قرارات تتعلق به الهجرة واللجوء قرارات مهمة جدا ليست كافية بس كمان أحلى من بلاش مثل ما بيسموها العنوان العريض لتلك القرارات هي محوا لآثار ترامب ومحوا لقرارات ترامب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وخصوصا بما يتعلق بجمع الأطفال أو لم شمل الأطفال اللي هني فصلوا عن عائلاتهم اتخذ اليوم الرئيس بايدن ثلاث قرارات تنفيذية القرار الأول هو اسمه creating a task force to reunite families يعني يعملوا لجنة وفريق عمل مهمته إيجاد طرق لجمع شمل الأطفال اللي تم فصلهم أو ترحيلهم من دون أهلهم يعني متل ما بتعرفوا في أطفال كانوا عم بيجوا على الولايات المتحدة الأمريكية عم بيقطعوا الحدود لما عم بيقبضوا عليهم حرس الحدود وآيس عم بيرحلوا كانوا الأهل عم بيتركوا الأطفال فعم بيصير فيه عملية تفصل للأطفال فالأمر الذي صدر من الرئيس بايدن اليوم هو بتشكيل لجنة لحتى تبحث هايدي الملفات للأطفال اللي هن مفصولين عن عيالهم ولحتى يدوروا عليهم وحتى يقدموا توصيات حول كيفية إعادة لم شمل هؤلاء الأطفال الذين تم فصلهم عن عيالهم هذا القرار الأول اللي هو بالإنجليزي اسمه creating a task force to reunify families هيدا عنوانه بالإنجليزي القرار الثاني القرار الثاني عنوانه بالإنجليزي addressing root causes of migration يعني بدون يعني يعالجوا الأسباب اللي عم بتخلي العالم تجي على أمريكا وخصوصا من أمريكا اللاتينية عم نشوف فيديوهات لجمع كبير يتجه إلى الحدود الأمريكية في محاولة إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرئيس بايدن تحاول معالجة الموضوع من أصوله وبالتالي عم بيحكوا عن كيفية يعني أنه نحسن أمريكا اللاتينية إن كان من خلال دعم مادي شغلات برامج وبروتوكولات لحتى تخلي المهاجرين اللي عم يجوا من أمريكا اللاتينية ما يجوا بهذه الأعداد الكبيرة اللي عم يجوا فيها على الولايات المتحدة الأمريكية القرار الثالث يتعلق ب اسمه بالإنجليزي متل ما بتعرفوا في كتير عالم عم يشتكوا من بطء بطء نظام الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا عم بيقولوا أن الكيسز عم تاخد وقت كتير كبير وهذا بسبب القرارات التي اتخذها الرئيس الصابر دونالد ترامب بالتشديد كثيرا يعني بالطلبات وكل هذا المواضيع فالأمر الثالث من إدارة الرئيس بايدن بتؤمر الوكالات إجراء مراجعة شاملة للوائح والسياسات والتوجيهات التي وضعتها الإدارة السابقة كحواجز أمام نظام الهجرة القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون أول ما يتم بحثه قاعدة العبء على المجتمع التي وضعها ترامب والتي منعت المهاجرين من الحصول على إقامة دائمة أو وضع البطاقة الخضراء للأشخاص اللي كانوا يحصلوا على معاونات حكومية مثل المساعدات الغذائية مثل الرعاية الصحية السكن وغيرها من الخدمات الاجتماعية فهذا يتعلق بتسريع طريقة عمل النظام الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأشخاص اللي كانوا هني بعتقد بالبولك تشارج كمان بتنبتعرفوا الإدارة السابقة قال قال أهلت حالة واحدة بيأخذ المساعدات حكومية ما رح يقدر يعبي على الجرين كارت لحتى يبير برهن أنه هو قادر أنه تسبورت همسلف أو هرسلف لحتى قادر أنه يتحمل عبء نفسه ما يكون عبء على الحكومة أعتقد أن الإدارة تتجه إلى ألغاء هذا القرار من خلال من خلال الأمر الذي صدر اليوم فهناك ثلاث أوامر طلعوا اليوم من رئاسة من إدارة الرئيس بايدن من إدارة الرئيس بايدن في حدا عم بيحاول يفوت على الإنستجرام طبعاً يعمل لوغان أصدرت الإدارة اليوم للرئيس بايدن ثلاث قرارات إن شاء الله رح نكون نحن معنا محامة الأسبوع المقبل نهار السنين عشان نشرح هذه القرارات أنا عطول بقول شو هي المعلومة بس ما بخود بتفاصيل كتير نظراً لأنه ليس من اختصاص يعني أتكلم في القانون هذا من اختصاص محامة هجرة فإن شاء الله نهار السنين القادم بيكون معنا محامة هجرة على الساعة السبعة مساءً بتوقيت شركة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناقش هذه القرارات الجديدة اللي طلعت وبأعتقد أنا قرارات مهمة على الرغم من أنه أنا كمان أعتقد أنها ليست كافية لازم يجب أن يكون هناك المزيد وخصوصاً فيما يتعلق بأعداد اللاجئين الرئيس السابق دونالد ترامب نزل أعداد اللاجئين إلى ما يقارب الـ 15 ألف بايدن وعد لما كان هو ينازل على الرئاسي طلع الرئم للـ 100 ألف إلى حد الآن بعد ما طلع قرار رسمي في هذا الموضوع منتظرين من الإدارة أنه طلع قرار رسمي بزيادة الأعداد إلى ما يقارب الـ 100 ألف كما وعدوا خلال حملتهم الانتخابية أخواننا اللي عم بأيوات المتحدة الأمريكية مثل ما قلنا نحنا بالفيديو مبارح كان فيه مش كان فيه بعض عاصفة تلجية كتير كبيرة عم بيوصل التلج بمناطق كتير لـ 24 أنش وما فوق وكنت عم بيقرأ الكومنس من المتابعين تبعنا عم بيقولوا أنا عندي تلج هلقدي 12 وأنا عندي 24 أنش وأنا عندي 25 أنش ومش عا فينا نسوق على الترقات طيب هايدي العاصفة التلجية رح تجي عاصفة تانية هلأ وين على الطريق جيدكم كمان بتبلج بالسحل الغربي الأمريكي وبتكمل للسحل الشرقي وغير هيك ابتداء من النهار التنين القادم كل الولايات كل الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية رح تشهد درجات حرارة بيسموها يعني درجات حرارة شو معنات بيسموها بيتلج بتجمد بتجمد الماء فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تشهد ابتداء من الأسنين القادم كل الولايات المتحدة الأمريكية كل الولايات رح يشهدوا حرارة حرارة درجة حرارة تصل إلى حد تجمد المياه حتى عم بيحكوا إذا حدا بيقعد بره أكتر من 30 ديئة بيصير عنده فراس بايتس مثل بيتجمدوا أصابيعه ولسامح الله إذا ضل كتير بره كمان ممكن بيبترولوا هني إذا تجمدوا الأصابيع فهيدا بسبب بولار فورتكس رح يجي يكون موجود عنا بالولد المتحدة تدائم من نهار السبت بيبلش بس نهار الأسنين بيكون في حرارات حرارة منخفضة جدا إلى حد التجمد في ولاية ميشيغان أعلنت حاكمة الولاية اليوم عن برنامج يسعى إلى أعطاء الطلاب وخصوصا طلاب المرحلة السنوية والطلاب اللي عم يتعلموا بالكليات بميشيغان أنه يحصلوا على أسوشيات ديجري ويتعلموا أسوشيات ديجري أو سكيل سرتيفكيت بلاش الدولي هي بتدفع عنهم حالة واحد بميشيغان يعني هو ميشيغان ريزيدانت عمره 25 سنة على الأقل صار له عايش بميشيغان سنة أو ما فوق عنده هاي سكول ديبلوما أو هو عم يتعلم هلأ بكلية ما وبعض مش مخلص الأسوشيات ديجري تبعه في يحصل على فري توشيين تعليم بيبلاش فيكن تعبوا عليه اسمه البرنامج ميشيغان ريكنكت الولاية رح تدفع عنكم التوشيين الاندستريكت يعني انت لتسي انا عايش بديربون فين روح على هنري فورد كاليج انت عايش بوين كاوني بتروح على وين كاوني كومينيتي كاليج حسب انت اي كاليج او اي كلية قاعدة بميشيغان بكل ميشيغان الاندستريكت توشيين بيتفعو لك ياها الولايي اذا انت عم تتعلم باوتوف ديستريكت يعني بكلية مش بالدستريكت تبعك بيتفعو لك القسم اللي هو الاندستريكت توشيين والباقي انت بتدفعو من عندك فهذا البرنامج مخصص له ميزانية ما يقارب 30 مليون دولار ويسعون في 4.1 مليون مواطن من مشيغان ما عندن كاليج ديجري فعم بيحاولوا انه هودي الاشخاص يكون عندن كاليج ديجري من خلال انه الدولة هي تدفع التوشيين لهودي الاشخاص استفيدوا من هيدا البرنامج استفيدوا من هيدا البرنامج اخر شغري بنا نحكي عنا اليوم هو موضوع الحزمي التحفيزي كما ذكرنا لكم في الامس اجتمع الرئيس بايدن مع العشرة عشرة اعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمناقشة المقترح المضاد الذي قدمه هؤلاء لمقترح الرئيس بايدن وبناء على الاجتماع الذي حصل في الامس اجتمع الرئيس اليوم مع اعضاء من الحزب الديمقراطي وخصوصا اجتمع اليوم مع زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر الذي ادل بتصريح عند انتهاء هذا الاجتماع اليوم وقال انه الرئيس بايدن قال له للديمقراطيين انه الاقتراح الذي قدمه هؤلاء الاعضاء الجمهوريين هو اقتراح صغير جدا كثير 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 صغير وأيضا قال له انه هو بده يمضي قدما بالاقتراح وبالخطة الذي قدمها وهي وانس بيك بولد باكيج بده خطة و بلد حزمة كبيرة وعريضة كبيرة وعريضة ترجمة الحرفية فحتى كمان كان عم بيقول شومر شاك شومر انه الرئيس بايدن اخبر الجمهوريين انه هو ما عندوش مشكلة انه يجري بعض التعديلات على الخطة اللي هو قدمه بس هو كتير متمسك بالخطة الذي قدمها التي تدعى American Rescue Plan لانه يعتقد بدي اقولها بالحرف الواحد برجع بترجمة بيقول هو انه الخطورة في الوضع حاليا مش انه انه تعمل انت حزمة كبيرة لا هي انه تعمل انت شي صغير وبيصير بدك تعمل شي تاني مرة تاني وبيكون يعني الوقت صار متأخر حتى الناتقة باسم البيت الابيض جان باساكي اليوم كانت عم تحكي وقالت انه الرئيس لا نعتقد انه سوف يناقش شغلات كتير كبيرة بدون يطلعوا مش على الديسكوشن كيف نحن فينا نوصل هذا المساعدات بطريقة جيدة اكثر مش تقليل كلفة المساعدات هاي اللي ذكرت وقالت المناقشات اللي راح تصير مع الجمهوريين اذا صارت على مستوى الستاف لفل كما مش على مستوى الكبير هيدا لحتى نحن نتأكد انه المساعدات سوف تصل بشكل جيد وسليم وليس وليس للتقليل من قيمة تلك المساعدات فهيدي كانت اخر مستجدات المناقشات فيما يتعلق بالحزمة التحفيزية وايضا كان هناك عضو في مجلس السيوخ ديمقراطي سيناتر مانوشين كان هو يقال انه هو ما راح يصوت على الـ اللي هي الطريقة الديمقراطيين فيه لم يرقوا فيها الحزمة التحفيزية بدون ولا واحد جمهوري اليوم مانوشين اعلن انه هو راح هو بفضل اكيد انه يشتغلوا الحزبان مع بعض الديمقراطي والجمهوري بس الان لم يصلوا الى اتفاق ليس لديه مشكلة بانه ينضم الى الاعضاء الديمقراطيين التانيين وانه يصوت على الـ ودخل الجمهوريين قالوا انه هو مانوشين يعني هو متل ركع بالركع للضغط الذي حصل عليه من الديمقراطيين فالديمقراطيين حاليا ما في ولا واحد ديمقراطي رافض فكرة انه يعطوا مساعدات وبالتالي هايدي المساعدات راح تصبح حقيقة عما قريب عبينحكى انه هايدي الـ بدا شهر وبخلصوا مننا نحن نحن مثل ما انا قلت بفيديوهاتي موضوع هو موضوع شهر وليس اكثر ولا اقل اخيرا كم شغلي بس بنا جاني سؤالات وين ورقت السؤالات يا زينة خدتوا لي اياها لا كان فيه هدية لا اينها السؤالات بشكل سريع اللي اجتني لحتى اتجاوب عليها وكمام عندي انواصمت بدي اعمله اول سؤال اللي بيجي SSI بيطلع له حزمة تحفيزية اكيد بيطلع له حزمة تحفيزية بس اذا انتم بتعبوا على التاكس حكووا مع المحاسب تبعكم لشوف كيف يجيب لكم اياها او طلعوا على irs.gov getmypayment وعبوا معلوماتكم اللي حتى يبعطو لكم اياها حدا عم بيسأل اذا حدا عمره عشرين سنة بيطلع له على الارجح لا اذا هو اذا هو معال يعني محطوط على تاكس تبع حدا تاني ما بيطلع لن حالة واحد فوق السبعة عشر سنة محطوط على اسم حدا تاني ما بيطلع له انلس عم بيعبي لحاله اندبندنت ساعتا بيطلع له how about the kids getting 300 a month الاولاد انو انو 300 دولار للولد كل شهر هيدا كما ذكرنا هذا مكترح هذا تاكس هذا مكترح الى حد الان لم يتم البث فيه فليس حقيقة الى حد الان المطاعم بيطلع لن PPP نعم كل الشركات بتطلع لن PPP طول ما انو هنه فيهم يبرهنوا انو عندهم خسارة حصلت بالمدخول تبع الشركي والمطاعم يعتبر شرك شركة فبإمكانه يعبي على PPP وبإمكانه يعبي على ال SBA فيه وفيه وفيه أخبار لم الشمل نهار التانين ان شاء الله عنا حلقة منحكي عن أخبار لم الشمل هيدا الأسئلة اللي اعطتني ايهن زينة من شفتناهن من هونيكة مندي موجودين معنا فحبينا نجاوب على هيدا الأسئلة وان شاء الله بكل حلقة منحاول فينا نجاوب على أسئلة بالنسبة للرافل اللي عملناها اليوم السحب الذي حصل اليوم كما وعدناكم كان علينا سحب B في Furniture King أعلننا عن أسماء الرابحين من خلال السحب الذي حصل عبر القرعة العشوائية وتم الأعلان عن أسماء 15 فائز احضروا الفيديو ما حدا يقول لي ربحت او ما ربحت احضروا الفيديو كتير واضح الفيديو حيلا واحد كان عم يشارك اسمه كان موجود وهيدي لعبة حز بالنهاية مشكل واحد رح يقدر يربح 15 واحد ربحوا مبروك اذا ربحتوا تواصلوا مع محمد كحلة من Furniture King وبيقدر هو اذا انتوا عايشين بميشيغن روحوا استلموا هديتكم من المحال اذا انتوا عايشين برات ميشيغن تواصلوا معنا وان شاء الله نحنا نعطيكم رقم محمد لحتى تتواصلوا معه اخر شغلي ان شاء الله نحنا متل ما كنا معاودينكم وعملناها شي مرتين على انستجرام رح نعمل مسابقة ابتداة من بكرة رح تنزل المسابقة على الصفحة 50$ gift card على انستجرام رح تكون المسابقة من نهار الاربع على نهار السبت نعلن الفائز very easy على انستجرام بتروحوا على البوست ان احنا نحن نحطه بتعملوا لايك للبوست بتعملوا لايك وفولوا للصفحة على انستجرام وبتعملوا تاج لثلاث اشخاص وبينزل اسمكم بالسحب وعنا صفتور خاص لانستجرام نحنا هو لحاله بيسحب اسامي والحد هلا سنبراحين كتار على انستجرام الفيديو اللي عم بيسأل عن الفيديو الفيديو موجود على الصفحة كل شي احنا بنعمله موجود على صفحتنا على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى الوابسايت هاي دي كانت اخبارنا لليوم فيما يتعلق باخر المستجدات وكل ما يحصل في الولايات المتحدة الامريكية نتمنى منكن دعمنا من خلال اللايك والفولو على انستجرام على فيسبوك على تويتر على تيك تاك ايضا سبسكرايب للشانل تابعنا على قناتنا على يوتيوب وايضا تفعيل جرس التنبيه تفعيل جرس التنبيه اللي هو turn on notification وشير للفيديو اذا عجبكم المحتوى تابع هذا الفيديو الى ان نلقاكم في فيديوهات قادمة القافلة تسير ونحن واياكم نسير ودعوهم يقولون ما يقولون الى اللقاء ونلقاكم في حلقات مقبلي موسيقى 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 موسيقى